أنا من قرية بيت دراش من وليد 1936 عصرت الحروب كلها الموجودة في فلسطين عمره أكبر من عمر الاحتلال الإسرائيلي شاخه وبقي بعكازه يسند أصل الحكاية وتفاصيل البيت القديم وتربين بين الكروم والحدود والبايرات كان إنا خصوصاً أنا كان بيارة وبير خيوط التجاعد على وجهه تروي عمر واحد وسبعين عاماً من النكبة واصل المسير هنا على حدود غزة حاملاً ما تبقى من حلم الرجوع للبلاد بتذكر كل شيء فيها منسهاش إطلاقها والله دائما بتذكر وين بكنت نام وين كانت الهادة وويش كنت أعمل وكشها دائما بتذكر كان الأطفال حاضرين أيضاً فحب البلاد المحتلة يورث في فلسطين جيلاً بعد جيل أنا من قرية سلمة ماما وبابا دائماً بيحكلوا عنها ومهما طالت السنين راح نرجع لها هذا الورق الطابو باسم أبوي مسجل سنة 1945 قبل يهود ما يجوا استحلوا بلادنا بحوالي ثلاث سنين أو أربع سنين شهادة ورواية تدلل على ملكية الفلسطينيين وسرقة الإسرائيليين للأرض فقيرة باتت الأرض من زرعها وسكانها الأصليين باتوا لاجئين في غزة يطالبون بحق العودة من أقرب نقطة يمكن الوصول لها على حدود القطاع المحاصر في ذكرى النكبة بدت التظاهرات على الحدود هادئة وقليلة الأعداد ومنظمة عبر أفراد يتبعون لهيئة مسيرات العودة هذه لجان موجودة مع كل مسيراتنا ولكن هنا اليوم لمسيرة مليونية يزداد حجم هذا النظام لأجل الحفاظ على تسيير هذه المسيرات بما يحقق الأهداف المطلوبة لشعبنا الفلسطينيين هدوء يعود أصله لتفاهمات أخيرة بين حماس والاحتلال الإسرائيلي برعاية مصرية وأممية قائمة على تحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع يحيي الفلسطينيون ذكرى نكبتهم في وقت تحل عليهم نكبة جديدة تعرف بصفقة القرن وإن تبقت لن تبقي لهم إلا قليل من الأرض نيفين سليم الغد الحدود الشرقية لقطاع غزة ترجمة نانسي قنقر